هو الفرعنة كان عندهم زرقه هوا كان عندهم دقن مش دخنجر الملك توت بوستر مسلسلة الملك هنبدأها بالترتيب هوا كان في فرعنة عندهم زرقه هوا اساسا ما كانش فيه حاجة اسمها فرعنة كلمة فرعون معناها البيت العظيم في ناس قالت انها كانت اسم الملك في وقت سيدنا موسى وفي ناس قالت انها كانت كلمة زهرت في الاسرة التمنتاشر اللي كان فيها سيدنا موسى وكان استخدمها المصريين من بعدها كنوع من انواح ترام الملك لكن اللقب الرسمي كله حكام مصر القديمة هو ملك ودي اول حاجة صحة في البوستر نيجي بقى للعنين الزرقه هل كان في مصريين قدماء عندهم زرقه قولا واحدا اوه مثلا الرجل ده التمثال بتاعه كان من الاسرة التالي الملك احمس كان في الاسرة التمنتاشر من عصر ما قبل الاسرات وكان فيه اصل الناس مصريين عندهم زرقه كان الملك احمس كان بشرته غمقه كانت عينين الزرقه فيه ناس اساسا حللت مميوات مصريين قدماء من فترة اليونان والرومان ولقوا ان كان فيه مصريين قدماء شقر نيجي للدن في فترة ما قبل الاسرات كان المصريين بيسيبوا دقنهم وشعرهم يطول جامد لكن مع دخول عصر الاسرات بدأ يحس ان دي حاجة شبه الحيانات فكان حتى الرجال كان لازم يبقى جسمهم زي الاطفال كده ما فيهوش شعر زيادة فكانوا بيستخدموا ملاقيت او الشم بعد كده اكتشفوا الشفرة وبقى الناس الاغنية والملوك عندهم المعدات بتاعتهم اللي بتتدفن معاهم والناس اللي من الطبقة المتوسطة كان فيه محلات حلاقة في الشارع لكن كان الناس الفقيلة ومتقدرش تعمل حاجة زي كده وبيبقى باين عليهم الطبقة بتاعتهم المجرد الشكل لكن الملوك تشبهن بالالهة كان بيبقى عندهم دقن وكان بتبقى دقن خفيفة كده من الاطراف وفيه بس ايه حتة نازلة كده بس الدقن دي كانت بتبقى اصطناعية فيه ناس قالت ان بردو فيه غضطات في البوستر هو ان فيه رايات مستخدمة في الحرب وده ما كانش في الفترة بتاعت الملك احمس فيه ناس قالت الخنجر ده كان بتاع الملك توتعن خامون لا هو الملك احمس كمان كان عنده خنجر اكتر من واحد وكان فيه مكتوب عليهم اسمه وكان الملك بس الملك توت الحنجر بتاعه من معدن جاي من نايزك لكن كان عند الملك احمس واحد شبهه معمول من البرونز وبردو ظهرت صور غريبة من كواليس المسلسل بس عادي طالما انبوبلك لو ركزنا اكتر في البوستر ممكن نطلع غلطات تانية لكن في الاول وفي الاخر رغم التكلفة الكبيرة والضخمة للمسلسل الا ان هو عمل درامي بس منش تاريخي علشان نحكم صح فعلا اذا كان العمل ده يليق بتاريخ المصريين القدماء او لأ هنستنى لما نشوف العمل فعليا لان وارد المونتاج وتركيب الخلفيات الحاجات دي تفرق في الاخر هو اساسا كده كده باذن الله المسلسل هتعارض في رمضان اللي جاي كان الهكسوس هم اول احتلال لمصر اول مرة المصريين يلاقوا انهم المفروض يحاربوا علشان يستردوا بلدهم اول ملك قرر يحارب الهكسوس بعد احتلالهم مينة سنة لمصر كان الملك ثقن راع ابو الملك احمس لكنهم قتلوا بشكل مرعب بعده على طول حاربهم ابنه كاموس لكن برضه تقتل بشكل مش معروف ومن بعده فضلت فترة الملك اياح حطب تهتم بالجيش المصري وطرع الملك احمس لانه كان صغير جدا في وقتها لحد ما كبر وحارب الهكسوس واضع عليهم وبعد ما انتصر اهدى الامه اعلى وسام عسكري في مصر في وقتها نتيجة دورها في تحرير مصر لكن في كل مرة بيذكر تحرير مصر من الهكسوس بس بيذكر الملك احمس على ما يتعرض المسلسل ممكن تشوفوا حلقة الملك اياح حطب اللي بتحكي زي الاسرة دي كلها كان لها دور ملحمة في تاريخ مصر كل سلام انتو طيبين